شدد الرئيس السيسي على أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لمواجهة التعديات ووقف تآكل الأراضي الزراعية وخلال افتتاح سيادته مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعية أشار رئيس السيسي إلى أن حجم النمو الذي تحققه الدولة لا يتناسب مع حجم النمو السكاني موضحا أن النمو السكاني يفرض علينا زيادة معدلات الإنتاج موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد أن الدولة تخش عشان تنتق تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتخذت واللي يبقى حنبص لقينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السن اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير والأراضي دي حتى جودة إنتاجها أنت بتبجي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش لما تيجي تبني بقى في مئة فدان 200-300-400 بيت تقريباً خلصت على الأرض لكن هنا حتى هنا في تلعب الطائرة كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد وحتى لما هنجي نختار نعم المنشآت للناس هنختارها على أراضي غير الصلحة بالمطلق للزراعة أرض صخري وقلت قبل كده من عشرة يوم ولا حاجة في كلام قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان إنتاجنا من الزراعة كان حيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره ما أمكن لكن لا حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد ان احنا نشتغل عليه